بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع شيخ الوهابية الأكثر يعني الأكثر كفرا لماذا ألحد وخرج عن دين الإسلام وهذه مسألة تستحق النظر ذلك الرجل هو عبد الله القصيمي الذي أوفد ليدرس العلوم الشرعية ليكون مفتيا لبلاده حينما يعود إليها وقد درس بجد واجتهاد ونبغ وحفظ طريقة الوهابية وأتقنها تماما ودافع عنها دفاعا مستميتا وله أكثر من كتاب يتهم فيه شيوخ الجامع الأزهر بالزيادة في الدين ويرد على شيخ الإسلام يوسف الدجوي وشيخ الإسلام يوسف الدجوي قرر ما يقرره الجمهور وعلماء المذاهب الأربعة في التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه ردا والوهابيون أنفسهم يعدونه من أفضل الردود عندهم فلماذا ألحد النجدي ولماذا ترك دين الإسلام سؤال لا نستغربه أبدا رجل ذكي جدا بإجماع من رأاه وقد رأيت بعض التسجيلات لمن رأاه وهو يتحدث عن ذكائه وفطنته وعبقريته شيخنا الشيخ على الجمعة قال ذهبت لأزوره هذا الرجل يعرف ماذا حنده يقول لي باللفظ الشيخ على الجمعة يقول البيوت المصرية القديمة كان الباب له شباك داخل الباب يقول ففتحت زوجته لشباك وانبعثت روائح الخمر لشدة تلك الروايح لما استطع الدخول أو شيء من هذا القبيل فهل كان إلحاده بسبب الشهوات والخمر لا أعتقد ذلك ولكنها بعد أن كفر ليس بعد الكفر ذنب لماذا ألحد النجدي هذا الذي له عدة كتب يدافع فيها عين وهابية ليس عن الإسلام صار له كتب بعد ذلك يطعن فيها في دين الإسلام والحقيقة هذا من يعني التجارة البائرة من الصفقة الخاسرة الواحد منهم يتلقى الوهابية ثم يكفر بالإسلام يكفر بالوهابية لماذا تكفر بالإسلام؟ ما ذنبنا نحن؟ له كتاب اسم عنوانه الكون يحاكم الإله يعني الكون يحاكم الله تعالى تعالى الله علواً كبيراً فلماذا ألحد النجدي ولماذا يلحد الوهابيون اليوم؟ ليس طبعاً كبار الوهابية كثير منهم لكن هذه ظاهرة موجودة لا يستطيعون إنكارها لماذا؟ أنا أجيبك أجوبة واضحة القضية الأولى الإهمال التام للعقليات وجعل العلوم العقلية محرمة يحرم تعبداً وتديناً دراسة المنطق تصور من قواعدهم التي أخذوها من ابن تيمية من تمنطق فقد تزندق ومن القواعد الهلامية التي أخذوها عن ابن تيمية أن المنطق لا يفهم الغبي ولا يحتاجه الذكي إذن لسنا بحاجة إليه هذه واحدة سجلها عندك محاربة الدليل العقلي ثانياً ما يسمى توحيد الربوبية حيث يفترضون زوراً أن كل علماء الكلام الرازي والغزالي والجويني والباق اللاني والأشعري والما تريدي وكذا أن هؤلاء جميعاً توحيدهم كتوحيد أبي جهل وأبي لهب لا يقدم ولا يسمن ولا يغني من جوع فهم يثبتون أن الله موجود وأنه رب وهذا أمر بالفطرة لست بحاجة إليه هذه واحدة كافية لأن يكفر الناس لماذا؟ لأن قبل أيام ذكرت حالة من إمرار سعودية تتصل به وتقول لي لماذا لا يكون الله خلق لماذا لا يكون الكون خلق نفسه تصور السؤال هذا البسيط البارد الذي يعرفه أول طالب عندنا أول طالب في أول درس أو ثاني درس في الخريدة يعلم أن هذا محال لا يكون لماذا لا يكون الكون قد خلق نفسه فأسئلة بسيطة لا يعرفون الجواب عنها وقد علمت من حال كل من ألحد ليس جل كل من ألحد أنه لم يقرأ كتابا واحدا بتجرد في عقيدة المسلمين غاية ما في الأمر أنه أخذ فروع الحرب في سوريا أقامت وقتل الناس وحصل كذا وكذا الله لماذا لا يتدخل؟ أليس الله موجودا؟ فالسؤال الله سخيف جدا سخيف كأنك تقول يا رب عليك أن تفعل ما أراه أنه المصلحة لماذا يكون ربا إذن؟ نعم هو ظلم وطغيان وبلاء كبير لكن هو رب هو رب لو قال لك يعني النتيجة محسومة عندي في الدنيا عليه أن يتدخل حالا ولكن قال لك لا أنتم في حال امتحان وأنا الذي سأثيب وأعاقب وأتدخل في الوقت الذي أراه ليس الذي تراه أنت هذا من أسباب الحاد من أسباب الحاد داعش وكيف تفتري وكيف تطبق الأحكام وتلزم الناس بأحكام ليست من الدين ويجعلونها بصبغة دينية دعني من الحاد الحالي أتكلم عن الحاد عبد الله النجدي القضية الأولى محاربة الدين العقلي القضية الثانية افتراض أن التوحيد الربوبية هذا يمنع الإنسان من البحث في أصل الكون ولماذا هذا الكون يحتاج إلى خالق والدليل الحدوث والسائر الأدلة العقلية التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى هي عند الوهابيين صفر فهم يمنعون منها منعا باتا فكيف لا يكفر القضية الثالثة احفظ اقرأ ادرس السنة اقرأ القرآن احفظ أحاديث تمكن في المحفوظات طيب إذا كان الأساس الذي تبنى عليه هذه الأشياء متهاوية أنت آمنت وحافظت القرآن وحافظت السنة وعلمت الأحاديث ورددت على الأشاعر واتبعت ابن تيمية طيب الآن ما هو الأساس الذي تبني عليه كل هذا لاحظ ما كتبه إنسان قبيل ذلك بقليل قبيل النجد بقليل وهو شيخ الإسلام مصطفى صبري أفندي شيخ الإسلام في الدولة العثمانية في كتابي الكبير الماتع موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين الحقيقة قرأت الكتابه وانا كبير لست طفلا يعني قرأت وانا معي ماجستير في الشريعة أصابني الذهول شديد لغزارة علوم هذا الرجل ليس لغزارة علومه في الفقه وهو فقيه وهو شيخ الإسلام لغزارة علومه في العقليات وفي الفلسفة يتحدث عن فلسفة ديكارت وينتقدها انتقادا موضوعيا علميا ويتحدث عن فلسفة فرانسيس بيكون وينتقدها انتقادا علميا موضوعيا ويتحدث عن بدء القضية وكيف تنطلق لفهم الكون والقضايا الكبرى هذا إنسان شيخ الإسلام في الدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري أفندي وقد أخذت عن شيء تلاميذه يعني تلاميذه أنا أدركتهم وقدت عنهم أكثر من شخص ممن أخذ عن شيخ الإسلام مصطفى صبري أخذنا منه نحن واخذنا إجازة أيضا فالشيخ الإسلام مصطفى صبري أفندي تصور هذا الإنسان وهو يتكلم بهذا بكتاب موقف العقل أقرأ أصع الملحدين بقراته لاحظ في تلك المرحلة شيوخ الوهابية كيف يتكلمون يتكلمون عن التولى وعن التمائم وعن زيارة القبور هل هي شركة مليست شركة وهذا الإنسان يتكلم في فلسفة ديكارت وفي فلسفة فرانسيس بيكون وينتقدها من داخلها ويبين مواضع القوة ومواضع الضعف منها ليبين أن حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى هي من القضايا الواجب عقلا ليست الجائزة وليست المستحيلة بل هي واجب عقلا أن تؤمن بهذا الإله ضمن برنامج علمي قوي متين لا يمكن أن تزعزعه الرياح فالذي تشبع قلبه بالتمائم والشرك والقبور وتحريم التوسل وظن أن هذه العقيدة كيف له أن يناقش الملحد وكيف يكون محصلا من الإلحاد أضف إلى هذا في شخصية نجدي ذاته الذكاء الكبر الشديد ليس بحاجة للعقليات التصوف ممنوع منع باته انتبه جيدا انتبه أيضا من القضايا المهمة جدا التصوف ممنوع منع باته التصوف يعني غذاء القلب غذاء الروح لأنك الآن حينما تقرأ حزبا من أحزاب أبو الحسن الشاذري وترى أثرها مباشرا كما نفعل نحن بأنفسنا نقرأ الورد بعد قليل تغضى حاجتنا هذا نفعله إذن الله موجود يا أخي بشكل عملي منهج نتوجه إلى الله الله تعالى يعطينا تحارب التصوف بشكل منهجي مدروس إذن العقل لا يوجد والدير العقلي التصوف والغذاء الروحي مفقود تماما إذن عدم التصوف يعني كبر يعني تعالي على خلق الله يعني جفاف القلب بذرة الإيمان تكون خاوية تحتاج إلى ماء وماءها الذكر كل هذا ممنوع أضف إلى هذا كله في شخصية بنجد بالذات ذلك الجبروت وذلك التطاول كبر مع عبقرية وذكاء مع فراغ روحي مع فراغ عقلي وهو يرد على شيخ الإسلام الدجوي شيخ الإسلام يوسف الدجوي رحمه الله كان كفيف البصار ولكنه يعد ثاني رجل في الأرض في العلم بعد الإمام الكوثري كفيف البصار كيف يرد عليه ما عنوان الكتاب عنوانه البروق النجدية على الظلمات الدجوية ماذا يشير؟ يشير بماذا؟ يعني أنت أعمى والآن سأريك بروق نجد الضوء النجدي سأريك إياه حينما رد عليه في مسألة التوسل والله حينما رأيت ذلك ولا أعلم كيف كفر ذلك الرجل ما أعلم كيف كفر ذلك الرجل رأيت ذلك العنوان قلت والله هذا وقع في داهية دهياء حينما يتكلم بقلة الأدب والديانة على ولي من أولياء الله الصالحين بهذه الطريقة رد يا أخي رد ما في حد يمنعكم من الرد ولكن بأدب ليس بقلة أدب ليس بالتطاول وثم يعني الرجل كفيف يعني هذا مبتلى يعني تنتقصه كذا للعاهلة تبتلي بها وهو رجل من أهل البصيرة من أهل النور من أهل ولاية العظمى رأيت فيه منشورات بعض إخواني الأزهريين يروي بالإسناد أن الإمام الدجو رحمه الله حينما وقع في يده الكتاب وقرأ له عنوان قرأ له عنوان قبل أن أعلم هذه الحادثة قلت هذا الرجل ربما ألحد بسبب هذا الكتاب قال ذلك القائل حينما وقع الكتاب بيد الشيخ الإسلامي يوسف الدجوي دعا عليه لكن دعا فيه هكذا يعني هو يتمتم ويدعو عليه لاحظ يقول إيش شيخ مفتون أصابته دعوة تسعد دعاء الأولياء دعاء الصالحين لابد أن يصيب ماذا فعل الدجوي قرر ما عليه الكافة بالأدلة الصحيحة وهم يقاررون ما عليه بن تيمية إذن الدجوي دعا عليه هذا الرجل الذي كان يثني عليه إمام المسجد الحرام بقصيدة طويلة في مدحه ويتباهى الوهابيون بمشيخته انتهى به الأمر أن يموت ملحدا خارجا عن دين الإسلام فإنا الله وإنا إليه راجعون ونسأل الله تعالى حسن الختام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم